موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم يعيش المغرب وضعية صعبة بسبب نقط الموارد المائية وتوالي ثنوات الجفاف السلطات تسابق الزمن لترشيد استهلاك الماء وتأمين تزود بالماء الشروب ومياه السقي لأن أول قطاع سيتضرر من نقط الموارد المائية هو قطاع الفلاحة وعندما نتكلم عن الفلاحة الحبوب، الخضر، الفواكه، اللحوم وغيرها من المواد الغذائية كيف هي وضعية القطاع الفلاحي؟ هل بالفعل كان السبب الرئيسي وراء استنزاف الفرشة المائية؟ ما هي استراتيجية وزارة الفلاحة لتدبير المرحلة المقبلة وللتخفيف من آثار الجفاف على المناطق المتضررة للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى نستضيف في العدد الجديد من برنامج كونغون فورما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي سيد الوزير أهلا بك أهلا وسهلا وشكرا على هذا الفرصة بداية كيف هي وضعية القطاع الفلاحي بالمغرب؟ القطاع الفلاحي هو قطاع اللي عنده الرؤية دياله اللي اعطاها جلالة الملك حفظه الله في 2008 من اللي طلق مخطط المغرب الأخضر لك هذا الرؤية كانت تنزل على أساس استراتيجية كان مخطط المغرب الأخضر ومن بعد جلالة استراتيجية ديال الجيل الأخضر من 2020 حتى 2030 القطاع الفلاحي طبعا كي تؤثر عند العواميل كان طبعا العامل ذي المناخ واللي مهم فالتغييرات المناخ هي وحدة ظاهرة اللي ولت فيها يعني وحدة اللي كنشوفها بسرعة اللي كانت يعني وحدة تنزل هدي عنده سنوات واليوم واللات يعني ضاعرة اللي كنشوفها على الصهيد يعني ديال كل موسم واللي كيأثر على القطاع بواحد صفة مباشرة نشفنا في هاد الأزمات لأننا عنا يعني وحدة الأزمة متعددة في العواميل وحدة البوليكريز من جائحة ديالكوفيد الآن القطاع يعني كيمتاز بواحد المرونة تيالو بواحد يعني واحد استمرارية وخا كين هاد الأزمات وواحد صمود من بعد جيت جالجفاف الجفاف في حدة سنوات متتالية وهاد الوضعية ما كيناش في تاريخ ديالنا ولا تاريخ ديال البلدنا وطوكا اللي كان جفاف وكان واحد تغييرات بهذا العنف اللي كان عيشوه اليوم فهذا الشيء غير معتاد ولكن الحمد لله لحد الآن الأسواق ديالنا ممونة بما يكفي يعني من المواد الغذائية اللي كيحتاجوها المواطنين وكذلك طبعا الاستمرارية ديالفلاح وهذا هاجس ديالنا في الإنتاج وكاد أطروا طبعا ولكن كين هناك ميكانيزمات ديالتعم ديالدولار اللي خلاتهم بشي يكونوا الاستمرار وكذلك شيء ونتلموا الله يرحمنا بشته وشنو هي المناطق يعني الأكثر تضرورا من هاد الموسكي الجفاف المناطق كلها على الصعيد الوطني كل أقاليم وكل المناطق لا المناطق اللي هي بورية اللي كتسمى بورية ولا المناطق اللي هي سقوية والمناطق الرعاوية كذلك خصوصا المناطق اللي يعني اللي فيها المراعي واللي كنعرفه بيننا القطاع ديالتربية الماشية كي يمثل تقريبا 40% من اليد العاملة ديالقطاع الفلاح بصفة عامة إذن هي هو جفاف يعني أفقي عام والمناطق يعني السقوية درات لإننا احنا في واحد النذرة ديال المياه اللي وصلت لها هذا عادا يعني بانتظام ديالأمطار هذا قريبا سبع سنوات تالسبع سنوات الأخير أنا كانش عندنا ذاك الأمطار اللي كتمليس سدود لإننا بلادنا عملات واحد من الجهد كبير هذا الشي ديالسدود وفسق ولكن اليوم الأمطار أو ما كانت تعمرناش كذلك السدود كما كان يعني معتادين فصناقين عارفوا بأنه هاد السنوات ديالجفاف كانت كتكون عنا 6% كتكون يعني كل يعني كل 100 سنة كتجي فيها 6 سنوات من بعد ولت لوحد السرعة ديال 30% يعني الثلوث ديالهذا ثلاثة سنة على ثلاثة تكون جافة واليوم رحنا نشوفه منها هذه تقريبا داخلين السنة السادسة واللي كان فيها قلة الأمطار وخصوصا السنوات الثلاثة الأخيرة اللي كان جافة بصفة يعني واحد العنف ديالجفاف كبير اشحال تقريبا المساحة المضروعة في المغرب وشحال كتحتاج ديالما؟ نعم المساحة المضروعة الشاملة ديالبلاد نعم أراضي الفلاحي الشامية تسعد المليون ديالهكتار وعني الحين بها المراعي حينها بها بعض الشار يمتيا طب كتكون عندنا كل سنة واحد ستاد المليون ديالهكتارات اللي كتكون فيها الأشجار يعني المثمرة وفيها خمسة ونسش ديال مليون ديالهكتار اللي كيكونوا فيها يعني الزراعات سنوية فيها الحبو فيها القطاني فيها الأعلاف فيها اللي كتكون أعلاف ومن هذه المساحة كين مليون وستمائة ألف هكتار هي اللي مسقية اللي فيها هي مجهزة للسقل مليون وستمائة ألف هكتار اليوم من اللي ما كينش يعني همطار المساحات المزروعة في المناطق البورية هي عندنا زوج للملايين وثلاثمائة منتاع الحبوب وإلى زدنا عليها القطاني وزدنا عليها شوية الأعلى فكانوا وصلوا ثلاثة المليون اللي مزروعة على ما مجموعه خمسة وفاصلة خمسة ولكن هاتش اللي تزرع في هذا الموسم بدك شتى القليل اللي كانت وفي بعض المناطق يعني باقي هات الزراعات شدة شوية ولكن كين ضياع كثير بمناطق أخرى وفيما يخص المناطق المسقية اليوم عنا الرؤية يلا باش تسقرب عمية ألف هكتار على المجموع ديال مليون وستمائة ألف هكتار اللي كتسق يعني هاتش اللي كان حصة ديال ستمائة وثمانين مليون ديال المتر مكعب اللي عنا الرؤية فيها اللي يعني وزارة جهيز اللي كتسبر الماء يوم حصة ديالش الأحوان اللي عنا فيها الرؤية الحد الآن اللي نطلب الله جيش تاوي ضد الوضع هي ستمائة وثمانين مليون ديال المتر المكعب ونفكر بأنه في المعدل جهاز كانت دياله في السنة كانت دياله بين ثلاثة فاصلة خمسة مليار متر المكعب حتى الأربعات المليار المتر المكعب اللي كانت يعني دايما كتجي للشلحة وبها كانت هذا هو الوضع يعني بالنسبة للمساحات يعني المزرعة وهذا ربعمائة ألف فيها كانت ضراعات اللي هي مهمة وأساسية وشنو هي الضراعات المهمة والأساسية هي اللي كتتمهون السوق الداخلي ديال بلدنا وهي الأساس منطاع يعني السيادة الفلاحية للصيادة الغذائية ديالنا واللي كتتأمن الأمن الغذائي ديال البي première ماذا هي هذه الزراعة التي يكون لها استهلاك؟ مثلاً البطاطس، البسط، تماطم، خزو، الخضروات بصفة عامة الخضروات التي تستهلكوا و التي يدخلوا في الاعداد الاستهلاك للمواطنين المغربة، الطاجين، كسكسو هذه المسائل التي توجدون هذه المياه التي تستخدمها و التي تستخدمها اليوم، لم تكن في الأحاب الأستهلاك إذن ما زلناه هو السقي هذه المياه التي تستخدمها نضبرها بأقلانية لأننا نعطيها الأولوية لهذا و نعطيها الأولوية للأشجار لأن الأشجار لا تسققها و لا نسقها لتعطينا الأطماء كنسقها غير بش ما تموتش يعني بش نحافظوا عليها في هذه المدة هذه دي الجفاف رأيث ما الله يغيثنا إن شاء الله سيد ملتير، دائما أصابع الاتهام في هذه المشكلة في نقطة الموارد المائية كتشير المخطط للمغرب الأخضر والجيل الأخضر شنو التعليق ديالكم؟ لو لا مخطط للمغرب الأخضر لما كنا في هذه الحالة وتكون عندنا فلاحة اللي هي مارينة ولا لشي الحالة ديالنا يقدروا يستطعوا باش يعني يزيدوا يفلحوا في هذ الوقت هذا الشي مخطط المغرب الأخضر الأسوس اللي جاء بها واللي قطع مع الماضي واللي جاء يعني هيكلا هي عادة هيكلا ديال القطع الفلاح والاستثمارات اللي دارت في الماء الاقتصاد في الماء في التثمين ديال الماء هو اللي خلنا اليوم كنا عمله يعني أكثر بأقل من الموارد ديال الماء وهذا الشي على شقة الدين اليوم بغيب هذا الشوية ديال الماء كان مشغول هذا النقطة الثانية استراتيجية ديال الجيل الأخضر اليوم اللي تبنات على الماضي كان شي كتأخذ هذا المحيط اللي كان اليوم وهذا العوامل الجديدة يعني بعين الاعتبار وكتدخلها في البرامج ديالها وإحنا في إعادة لندهيكلا وهذا الشي كان جاء قبل ما يوصل هذا الجفاف لأننا احنا في واحد المنطقة اللي كان معروفة بالجفاف النقطة الثالثة هذا الشيء من ديال هذا يقال راه لي فيك نيوز والعدميين هذا الجوج ديال الأمور راه ما يبكناش نبنيو عليهم استراتيجية ديال البلاح تراتيجية ديال البلاح كتبنا على أسوص صحيحة والأسوص الصحيحة اللي كان عملو عليها احنا غوما مع المهنيين مع الفلاح عنا مليون وستمئة فلاح بلادنا عنا مليون وستمئة فلاح ما كنخليه حتى واحد كلهم كان اخذوا بعين الأطبار لحالة ديالهم والآراء ديالهم واش نخصنا نعملو لهم الصغير المتوسط الكبير ما كايينش الكبير اللي كايين دي الحقن الصغير ولا الصغير اللي هدا هاتش كله فيك نيوز هاتش كله كتوب والأرقام كايينة والمخطط كان يعني كانت كانت تقييم دياله واحد تقييم ما شي غير من الجهات المغربية حتى من الجهات العالمية واليوم مع الدول الأفريقية الشقيقة كلهم كايين تلبوا التجربة ديال المغرب واليوم الأمم المتحدة كتشيد بالسياسة الفلاحية المغربية والتنزيل ديالها عبر المخططات اليوم استراتيجي ديالجي الأخضر هي محور ديال عدة طلبات باش كنمشي ونقدموها فهذا كيعني كنمحور يعني نماديش ناجحة لو قصة نشوفوا المعطيات ويكونوا نقاش على أساس يعني اللي صحيح أما الفيك نيوز والعدميين رغم ما يمكنناش وما يخدموا لا البلاد ولا مصلح هذا البلاد ولا هاد الفلاحة ديالنا اللي عايشين بهذا الفلاح السيد بولتير استراتيجية ديالجي الأخضر يعني من نبيل الأهدف ديالها هي أنها يعني تضاعف الإنتاج تضاعف الصادرات واش دابة عندنا احنا الماء باش زعنا نتسقي وهاد الأراضي اللي غادي يعطونا إنتاج مضاعف نعم سؤال جد واجه دابة احنا ما يمكنناش نبنيه بستراتيجية على وحد ضرفيه تبا عندنا ما هو ضرفي اللي كان نضبروه ورجعون يعني هاذ جيالج إجراءات اللي عملنا باش نضبرو هالجفاف اللي هو كنقول كتاريخي كيفاش نخدمو في بلادنا أحد فالستراتيجية عندها نضحفو طبعا الإنتاج لأنه لا حاج هنا ما نساوش بأن المغاربة العدد ديالهم كيكبر راح الذك الشي اللي كان في 2008 ماشي هو اللي كين اليوم هنالغرا قربنا 40 مليون وربما راح كلنا في 40 مليون غايكور دي حصاء ديالها السنة إن شاء الله غايكور دي حصاء ديالها السنة إن شاء الله غادي يعطيونا فكين العدد دونك سنعملوا أكثر ونطلعوا بالإنتاج ديالنا وتانيا هذ العواميل وهذه الإشكاليات اللي كينا ديال المناخية كتقل من الموارد وشوما الموارد اللي مهمة الفلاحة هي المهمة يعني الأساسية هو الماء يعني لما كانش المطار سيكون عندك الباب في الباراج باش تسقي وهو كين الموارد التاني هو طربة بساحات اللي ما يمكناش نجم بدوها بساحات اللي لا كين لكين إذن باش نعملوا أكثر بأقل موارد هذا هي المعادلة اللي كين اليوم طبعا عنا عدة إجراءات وعنا البحث وعنا العلمي اللي كيديروا عمل شبار باش يعطينا أصناب جديدة باش نعملوه يعني زراعات اللي ما كتتهلكش هذك اللي المياه باش نبوه هاد الشي ديال من الزراعات اللي كتتهلك اللي ما تتهلكش شنو هي المعادلة احنا قسنا متر من مكعب ديال الماء شنو هي القيمة ديال وشنو شنو شحاق نخرجوا منه باش يغير من الإنتاج من الإنتاج كي يهم طبعا المنتيج ولكن الفلاحة عندها عندة وضائي أرى ربعين في المياه ديال اليد العاملة في المغرب عايشة في الفلاحة هاد الثمين ديال المياه شنندخلوا فيه هاد الشي شحال متر المكعب كي يخدم اليد ديال الناس وثم كي يخلينا نعرفه عشنو هي الزراعات اللي نديروها اللي غايتخدم ليا الناس كتر واللي غايتمو السوق الداخلي السوق يعني الداخلي اللي هو الأساس لهدف ديالنا واللي هاد يتخلينا ذاك الفلاح يربح تاو باش يبقى يستمر فلاف الفلاحة ديال أواخل ديال 2022 يعني المغرب اعلن حالات ديال طوارئ المائية مش فناش ان مثلا هادك الزراعات المستنذفة للماء انها نقصات اولت قلصات اولا مثلا صاديرات ديالها نقصوا بالعكس الارقام يعني اللي كتخرج هنا الصاديرات يعني رتافعات وحتى الانتاج رتافع كم لاش كتفص رؤيتش اولا هادك الزراعات من اللي بدات استراتيجات للمستنوع للجين الاخضر الميسحة ديالها مكبرات تاني لابوكا راها كين واش غادي نجي ونحيدو لابوكا نقولولو لابوكا هادك شي اللي عندك خسك تحيدو خسك تحيدو رميه هادك الميسحة ديالهم مساحة ديالهم ماشي يعني سيلي الميسحة كان عشرالاف كطار تسعالاف كطار ديال هادك هادك الميساحات ماشي كبير تاني فين كدر كدر في المناطق اللي فيها المياه وهاذك المياه بحل ده بيلا خذينا لبر هادك المياه هادك المياه اللي كنت تستعمل هادك كنتمشي للبحر هاده عوال بجلة المعادلة ماشي عنه تالي تن من دولة ما كنتشجحوهم شهذا دولة كنتشجح يعني مني كان قول ما يمكنناش تمنعوهم لانما عندناش القانون باش نمنعوهم ولكن كانتشجعوهم باش يديرو زراعات أخرى وكانتعطيوهم الحفيزات ديال الدولة باش يديرو زراعات أخرى وهادك زراعات أخرى عندنا حتى مرصوم باش كنقولوا دولة ما تحطي لكمش ما تشجعوهم تجعل هذا الشي وما تحطيش ذكش دولة هاده هي الحقيقة وذو الواقع وهدو أما الأرقام يعني اللي كين تانين هذك المناطق اللي ما فيهاش الماء اللي كيكون يعني كن حدو الماء ما كنعطيوش الماء لابوكا هو كي هاده لا أكثر عندهم سواء بيار سواء هاده دولة ما كينش تقلص ها لابوكا عندو واش غادي نقولوا ما تصدروش ها هو عندو 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 عنا عشرة لابوكا ديالابوكا يعني ما تزادتش وما غاديش نزاد وما غاديش هذا دون كيفاش هاد السيد غاديدير كي يبيع في السوق الداخلي بيكلابوكا كينة في الربعة كي يصدر البيضاء وهذا ولكن الشي الأخر كي يصدره ضروري ما يصدره وهذا كتصدر كي يزاد يعني الانتاج كي يزاد يعني واحد مثلا شجراء اللي عندها اربع سنين را كتنتج واحده بكمية ولكن لكي تصدر خمسين كان تزاد يعني كان واحد المنحات تصاعو ديالانتاج ولكن المساحات ما كتزادش دياللاح نقصات المساحات بقاش كتدر دياللاح فرحامنا بقاش كتدر فزاقورا بقاش يالي ذاك شي قليل يعني غير ذاك شي اللي يخصو يبقى السوق الداخل دونك لا عكس ذاكش وانتحدى اي واحد يعطي لي شي احصاءات اللي ماشي هي هذي يعني خطأ نهائيا ماشي هي قسنا شوفوا الستاتيستيك لما قسناش نبقى انا عطر واشنانا نهضر على مليون وستمئة آلف هكتار ونبقى نهضر على عشرة آلف هكتار هي اللي قدي هذا استنزاف الماء ماجاش من هالزراعة وماجاش من مخطط ثمن الماء المخطط عمل ستمية وخمسين آلف هكتار ليال ديال تنقيت شلو هو التنقيت هو انه ملي تكون عندي واحد الكمية ديال المياه الشجراء ولا النبتاء ما نعطي لها غير لك الشي اللي قدها يعني اللي خاصة وفي الوقت اللي خاصة باش ما يضيع الشلق الماء التنقيت كيخلينا باش كنربحو حتى السبعين في المياه لحساب التقنيات سبعين في المياه من المياه كان قدستو بها استراتيجية الجيل الأخضر هذه في تلسين عملنا مئة وخبسين ألف هكتار رحنا في تمنيمئة وخبسين ألف هكتار لباليوف على بلدنا وغادي نوصل إن شاء الله هذا هو الهدف ديالنا مليون ديال هكتار على الأصل ديال مليون وستمئة ألف هكتار اللي هي منزرعة وهذا ما كينش يعني بشي بلاد اللي عندها وغادي ندير يمكن أكثر لأن كينوح دعم ديال الدولة باش ما كينش نقتد الماء ما نبقاش نستعملوا الأنظمة القديمة نمشو الأنظمة اللي جديدة اللي هي مقتصدة للماء اليوم عندنا يعني زراعات اللي ما ماشي معتدة عندنا هالشي ديال الخروب ما ديال وصفو مئة ألف هكتار يعني الخروب كانت غاباوية ولكن اليوم اللي تمتج اللي مربح والخروب هو يعني كي يصبر الجفاف وما كيستهلك شي يعني المياه كيتسقى في اللول مليك ومن بعد راعة المياه الزيتون كان زيتوا فيه الزيتون غير هو كصامد شجر صامد وكيصبر غادي نزيل في المياه ساحات نعم وعايشين به الناس غادي نمشي والأرقان كذلك مشي للأرقان الفلاحي ما بقاش للأرقان ديال 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 غابا غادي نمشي والكبار مثلا حتى هو اللي هو الناس كتعيش به وكيكون في مناطق اللي هي جافة اللي ما فيهش المياه كي يطلع غير على هذه الرطوبة اللي كينا أشجر يعني أنظمة زراعية جديدة وكي نمشي والأصناف اللي هي مقاومة مهمة البلدنا ولكن مناطق الجافة عنا يارة ثلثمائة ألف كثار اللي كتكون كتسقى اللي كيكون عنا الماء فباش يكون عنا واحد الكيمية كبيرة دي الإنتاج اللي بنسبة الاستعمال دي للبلاد خاصنا خمسة المليون دي الهكتارات اللي كنزرعوها على الصعيد كل سنة ولكن السنوات اللي ما كيكون ش فيها شتا ما كتعطيش فهذه الزراعات البورية كنمشي والأصناف اللي هي مقاومة للجفاف ولي كتصبر للجفاف ومقاومة الأمراض اللي كيجيبها للجفاف كذلك عنا عدة أصناف عنا البحث الزراعي اللي استنبط عدة أصناف هذة السنوات الأخيرة ما بين يعني الحبوب اللي فيها الشعير والقمح الطري والقمح الصلب وزائدا على المقوليات يعني الحمص والعدس والحمص قريبا العشرين صنف جديد غير في طار في مخطط المريب الأخضر وستراتيجية دي الجيل الأخضر جديد فالأعلاف نفس العملية الأعلاف كان نمشيوا الأعلاف اللي ما كنتستهلكش للماء ما بقيناش كان نديروا الفصال كان نمشيوا الأعلاف اللي عندها غيرت الشهور دي في السيكل دي لحبط نحنا اليوم ما علاش كان نقوله عنا غير 400 ألف رمش عنا والسودون ما فيهم كانت 3.3 مليار دي المتر ببكائب ولكن قلنا هذك السودود اللي كانت موجهة للفلاحة من الأول كان نقوله دي الفلاحة لأن الفلاح باش يدير الاستثمار كانت تقوله ورا عندك الماء ها هو وهذا الماء را يبقى لك واحد عامين اكثر من عامين راح سطح شتاء إلا ما كان شتاء ما يمكن لك شتاء غضي يمشي را يتبخر وغضي ما يبقاش تيلا ما استعملتيش دونك هذك السودود اللي كانت موجهة للفلاحة اليوم كم خيوان الماء الصالح وهذا شيء مش معقول كان علينا الماء الصالح الشرب نفكروه شنو هي اليادير عندهم كاستثمارات في الماء الصالح الشرب هي اللي قصنا من هنا الفوق نفكرو فيها كان تأخر يعني في هذه الاستثمارات كان خاصة مثلا ندار قبل من هذ الفترات نوصلوا لهذا كان تأخر كبير قصنا نكونوا استباق لدينا الماء الصالح الشرب ما كسبر مش بحال فلاحة فلاحة تقول ما عنديش ما غاديش ندير ولكن الماء الصالح الشرب سيكون عنا دايما ما يسمى بالبلومبة عندي ندينا عندي واحد لسوس دي ولكن نخلي لها دايما كان تأخر في البرامج دي الماء وفي السياسة دي الماء وفي التنزيل دي الرؤية لجلالة الملك حفظه الله بالنسبة القطاع الماء واللي يعني تأخر في أولا السدود متأخرة تانين الإشكالية دي التحلية دي المياه البحر اللي كان من 2012 كانت الرؤية ولكن ما داروا داروا بعض يعني المحطات اللي هي صغيرة واللي الوزارة في لحقت المبادرة باش مشينا درنا المحطة دي التحلية دي الشتوك ايتبهها لأجل السقي اليوم 15 ألف هكتار اللي كانت سقط وهذا المطيش اللي كان هضرو عليها راه الماء راه ذاك شي درنا هي اللي كانت تعطينا هذا الربعة ألف هكتار وهي اللي كانت تعطينا دي المطيش اللي كانت تعطينا الإنتاج اللي كان نستهلك اليوم وكانت حسن هضرو على هذا المسائل باش الاستباقية هي هذي اول دموذج اللي غدين ديروه في 2015 والعام فيت بدينا السقي بيها مشي غدرنا غير السقي يعطينا الماء المدينة اغادير حتا هذي رأي وزارة الفلحة هي اللي عملتها هي باش نأكدها وباش نستعرف بأنه كنا استباقيين فهذا مخطط كان استباقي في هذ المسائل هذي لاننا عارفين باننا الجفاف عندنا اليوم فهذا شي غير باش بتاح القوس بانه في استراتيجية دي الماء عندنا كذلك مشروع دي الدخل احنا نخدمين فيه احنا في النص دي العمور دي العمور دي العمور ان شاء الله جوان الفين وخمسة وعشرين غادي نبدأ السقيث ما باش نخلقه واحد الموحيد ديال خمسالاف هكتار اليوم الداخلة فيها الف هكتار قاعد ديال الفلح غادي نجدو خمسالاف كتار يعني ما تولي فيها ستالاف كتار في الداخلة يعني بناء على هذ المحطة اللي احنا كنا اللي عملوها واللي غادي تعمل بالطاقة الريحية يعني الماء غادي يكون ماشي غالي وكاين كذلك هذ الشي ديال تأخر كبير يعني النقل المياه من الأحواض اللي فيها المياه من الأحواض العراء من هذ الشي ديال سيس لبورقراق فهذا كان فيه تأخر كبير عدرت الحكومة ووزارة الفلحة هي لينفدته وخا هذ الوضعية ديال ندرة المياه يعني أولا باش نخص بأنه السبب ديالها يا قلة الأمطار والأمطار والجفف اللي هو طال طال اللي ماشي معتاد هذ الفترة هذي اللي كيتول بحذك وغلط اللي كيفكر بأنه رابعة الصراعات هي لدارت هذ الشي الفيك نيوز وهذ الشي يعني نقول كذوب يعني باش نكون واضحين يعني المحيطة تيالنا السواحل تيالنا في هات 1500 كيلومتر عندنا الإمكانيات تيال وعندنا كذلك دراسات أخرى اللي تلقناها باش تكون عندنا محيطة أخرى لا في تزنيت ولا في تانطان ولا في الولدية ولا في الصويرة وفي جهات الشرق في الناظر ان شاء الله هذف تيالنا باش نوصل وتقريبا 100 حتى 120 ألف هكتار اللي تكون مسقية بالمياه المحلات يعني ديال البحر وغيرتكون هذا هو الأساس ديال سيادة الغذائية سيد الوزير تحدي آخر يعني أمام الوزارة اللي مرتبط بالحبوب يعني قطاع الحبوب من القطاعات اللي الدرات بزاف بسبب الجفاف شفنا يعني في السنوات الأخيرة تراجع الإنتاج شنو هي الاستراتيجية ديالكو يعني التأمين مخضون كافي من الحبوب يربي يعني احتيازات المغاربة نحن الحبوب دنا 4.5 مليون ديال الهكتار كل سنة اللي هي مجهل الحبوب مالي كتكون سنة عادية اللي فيها يعني الأمطار عادية رأوصلنا حتى 115 مليون قمطار اللي وصلنا يعني هذا يعني هذا وحد ركور كبير تقريبا 80% من الحاجيات ديال 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 ولكن من لي كتكون الأمطار نقصة طبعا الانتاج يكتكون كتكون نقص وهذا السنوات الاخيرة الانتاج وصل 33 سنة لما قبل والسنة الماضية 66 يعني هبط الانتاج لأن هذا شي ديال أمطار يعني كتبورية السقوية المناطق السقوية ديال الحبوب يلا عنا 300 ألف حتى 350 ألف اللي ممكن ندير لأن المساحة المسقية كلها مليون وثمانمائة والمليون وثمانمائة فيها الأشجار فيها الخضار فيها ما كيف يبقاش البلاصة فينا غادي تدير الحبوب دونك الاشكالية هي الاشكالية ديال الانتاج ولكن العمل اللي الدار واللي خصلا نفكر فيه اللي مهم جدا هو مليك سنة اليوم اللي كتكون سنة يعني مزيانة كان نجوم 115 مليون ديال يعني في نفس يعني الشروط طلع الانتاج طلعات يعني في التقنيات وفي المجهود ديال في اللحال اللي ولو كيستعملوا البذور اللي هي مختارة ولو كيستعملوا لأسميدة وهذا وكيطلعوا يعني من الانتاج ولكن من ما كتكون شتا يعني 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 يش كان عملو باش تكون تمويل ديال السوق يعني الداخلي ملي ما كتكون ش عندنا الانتاج ديال كين يعني 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 آليات باش المكتب الوطني للشوب والقطاني كي استورد كين استيراد تيال الحوب وكين الميكانيزمة وكيكون يعني تمويل ديال السوق ومخزون اللي كيكون تقريبا فيها 14 حتى الخمس شهور دائما عندنا هذك 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 هي الدول اللي كن كنستوردوا من عند هالقمح حاليا دباء هي احنا ماشين دولة هي اللي كتشري احنا كنديرو واحد الاهلية وكنديرو طلب عروض باش الخواص كيمشي ويجيبو يعني الخواص كيشريو من العالم كله فين ما كين الاتمن رخيصة وكي الجودة كيشريو مثلا كنا كنشريو طبعا كنشريو من روسيا من أوكرانيا كنشريو من أوروبا من فرنسا كنشريو من ألمانيا كنشريو من كندا كنشريو من الولايات المتحدة كنشريو من أرجنطينا كنشريو يعني من البلدان كلها لحسب يعني الأتمينة وقعت الأزمة بين روسيا و أوكرانيا اللي كنا كنجيبوه بهم قريبا بيناتهم 18% تجد هنا الأسواق أخرى أسواق أخرى اللي كانت بحل أرلنطينا بحل المتحدة بحل إذن هذا العرض والطلب فهذا الشيء ما فيهش يعني إشكالية كتكون إشكالية ماليك تكون على الصعي العالمي في الوزير نرجع المغرب يعني هو من بين الدول يعني اللي كتتدار الخضر والفواكه بشكل كبير تقريباً واحد جوج فصيلة 8 مليون طن اللي كتتصدر في هات السنوات الأخيرة ولكي الناس كيتشكاوا من غلاء بعض المواد الغذائية كيقولك مثلاً احنا مثلاً ثالث مصدر والرابع مصدر للطماطم زعما في العالم علاش حنا يعد نماطيشة مثلاً في رمضان كتفوت 15 للدنم ما خفهاش تفوتها كينزوج للأمور طبعاً احنا ما بينا حاش توصل مثلاً المواطن هي القهار في الصعي تصدير كان في التاريخ للمغرب كله دايماً عمروكونا اليوم ما كان نصدروش يعني كان بالكمية لأنه كان نجو أكثر ولكن بالنسبة راح نفس نسبة كان في التصدير للمغرب منذ الاستقلال كذا باش نكونوا واضحين راح نعطيك مثلاً المثال باش نكونوا واضحين مثلاً ماتيشة اليوم من الماتيشة عندنا أربعة لف كتار شتوكة اللي كتف هذا الموسم هذا لأن الماتيشة عندها مواسم دياله راح في الأول موسم الماتيشة هو الربيع وكتعطينا من الماتيشة في الصيف ولكن بالاستثمارات انتهى هالشي ديال انتهى على البيوت المغطاة هالشي اليسار وهذا واللينا كان نجو العام كله كينا في الماتيشة في السوق كلها ما كانش عادة هاليا ماش كي طبيعي وهذاك الإنتاج ديال هذي كلاسية كيطلع واللي يعني في نفس البوقعة كتعطيه واحد الإنتاج على ربعة ولا خمسة شهور واللي المهم السوق الداخلي حسنا نحافظه على الثامن ممكننا شي طلعوا يبيعنا ماتيشة بعشر دراهم ولا بحض فتوازن كالمعادلة كينتج مثلا على الكطار عندنا ألف طون السوق الداخلي غادي يحتاج بذاك الكطار مثلا تلتمية طون الشي الأخر فين غايدير هذي خصو يصدروا مغير ماش خصو يصدروا دونك هذا كتمن باش كيبيع براء كيبيع مزيان كيزيدوا على كتمن باش كيبيع الداخل باش كيعطيه واحد تمال باش كيخرج إلا جا كيبيع غير في السوق الداخلي ما يمكنوش يجير ذاك الانتاج يعني ما غايديش ذاك الاستثمارات اللي غايعطيه ذاك الانتاج دوك هذي هاتش اللي كتن فهموه والمواطن اللي خصومي فهموه بأنه باش كنا نجعو باش يدير بتصدير لا وكنترار من اللي كتكون يعني السوق الداخلي ما فيه ش تموي السوق الداخلي كنقولوه صبار خنوية المعادلة كن ومشي كان هالناس كان منعوهم كنقلسوا معاهم وكنقولوه لهم عاش حال غادي تعطيه للسوق الداخلي باش كنعطيه لهم الرؤية ايضان فلنا حضر فلاح رأي من عادي غدام يدير لكش الماتيشة غدام غاديش يجيش كل يغادي يفلح لنا في المستقبل ما كان ندعموش الفلاحة لأجل تصدير لا كان ندعمو الفلاحة لأجل تحسين الحالة المعيشية دي للفلاح وشغل لأن هذا كلمة درشتك الانتاج ديال الماتيشة ليقدرش يشغل هذوك الناس كلهم لإشكالية لو كان كان مثلا ديقول لي ما لقيتش ماتيشة في السوق الداخلي وهي كتصدر متفق معك هالشي ما يمكنش ولكن أتميناء أتميناء سنرجعو لي لنشوفوا الإشكالية دياله فعا الفلاح أولا كيبيع ماشي كيبيع بذلك الـ 15 دره ماشي 15 دره صلعت الـ 12 درهام مو هذا دكو ولكن الفلاحة كيبيعها ماكسيموم 4 درهام يلا وصل فأقصى ديالها وصلت 5 درهام عند فلاح عند فلاح يو كيفاش الفلاح هذك الاخر لي كيجي ويسوق يربح كثير من الفلاح دوك أننا مشكلة المضاربين على المشكلة ديالتسويق على المشكلة ديالتنظيم ديال هاد أسواق هيا الإشكالية الكبيرة هذا هو المحور إلما إلا بغينا نصلحه الاخر قسنا نحضروا عن هذا الشيء اليوم دولة دارتوا إجراء كبير يما عمرنا يعطينا يعني دعم الكلفة ديال إنتاج أول مرة كنديروها يعطينا باش كنمولو باش كنعطيوه يعطينا الدعم البوذور ديال الطماطم اللي نغالية البوذور ديال البصار اللي نغالية والبوذور ديال البطاطيس تقريبا بلغات الكلفة ديال هاد دان لا دبا تقريبا راه من اللي كنقول لك مثلا ثلاثة درهام يلما تشاه راه واحد تزوج درهام او لازوج درهام ونص كل هذ الكولفة دي لهذا وزيت عليها الماء كي يخلص الماء. إذن هذا الارتفاع هذا السنة منذ 2021 الهناية. الارتفاع دي الكولفة رأيها تقريبا نوصل الواحد من 55% دوك فين كانت المقارنة هو من اللي يعني توقفت دير مؤقتا الموريطانيا يعني حيث كان كهذا ما طيشة يعني في نفس النهارة ولا الغدلية ولا شبر بعد درام يعني في الأسواق كالتباع الخضرة كلها الخاص. هدنا هنا فين مواطنين دوك قال. غالات غالات وهذاك اللي دار ذاك شي غالات وكثوب موريطانيا شحكا نصدر شحكا ندي موريطان آلف 1500 انطار موريطانيا ما عمرها كانت يعني إشكالية واش دالي يوم حبسنا على الصينيقا واش حبسنا على أفريقيا لا موريطانيا ما حبست حبست تطلعوا لهذا ربما كان واحد تأخر ولكن أفريقيا كل هركته ومشيها الأفريقيا هي اللي كات هي فيها تصدير كبير لا تصبح كين الأوروبا كين أمريكا كين كندا كين سميتها الأمم المملكة المتحدة كين حدا وفاش كين ها كين ها اليوم هاد الشي ديال ديال التصدير وديرها رغلات دينا رايك لمشينا على الفيك نيوز ما يمكن ناش نحلو المشاكل شوف الإنتاج للتصدير تصدير رايك طلع عنده على الصعيد كونسيدونس بينا ها موريطانيا ديالتاك شي ما ما عنده حتى شي تأثير نهائيا وكين كان عنده التأثير هادوك الناس اللي كينستروا الأفلقي الكوار رجاءوا وكين يهضروا عليه ودك جاء ما كينش سيد الوزير كين يش برامج يعني التخفيف من حدة الجفاف على المناطف المتضررة مثلا الدواوير المجاورة للسد المسيرة احنا مشينا لهذه المنطقة دونك السد نشف ما بقاش به الماء الناس ما عندهمش آبار وحتى الناس اللي حفروا الآبار كيل قول ما جد مالح يعني ما كيصلحش كيقول لك ما كيصلح للفلاحة للشريب يالله كيوردوا به المسية أولا هذا شي ديال شنو هما الإعانات اللي كين لأن الجفاف فوقش في المجا أي بلاد حتى البلدان العضاء رغم اللي كي يجي تنظير دياله كي يمشي الأولويات أولا شنو هوا الأولويات نقل المسية نحاول نقل المسية فيما يخص الأهلاف وفيما يخص الماء توريد دياله كنديروا الستير كنديروا الحفر الأبار في المناطق لي فيها الماء وكيكون كننوزعوا الأعلاف اللي هي مدعانة نحن هذا من السنة هالية ثلاثة سنين ونحن كننوزعوا في الأعلاف وهذا السنة أكثر وطبعا الحالة ما صعبة والحالة الطالت هذا هو هذا والإشكالية أذكرت المسيرة المسيرة رأي إشكالية يعني هو أن الماء الصالح تشترد دار البيضاء لماذا كنمشي له بذلك طريق حبسنا السقي على بني ملال اللي هي يعني المدار سقوي وفي الحيجين بمهم واللي كان فيه استثمارات كبيرة ومنذ يعني القديم ما الشغل من اليوم ولكن بين الويدان شبس ما بقاش كيعطي الماء علاش هذا كشي اللي يبقى فيه بقى الدار البيضاء يعني من ثم كيمشي لسد المسيرة والمسيرة كيمشي للدار وسد المسيرة اليوم رأى فيها تقريبا صف فيه واحد في المئة ما بقاش فيه وذلك شي اللي كي يجي من ثم ما غير كي يوصل كيمشي للدار البيضاء إذن كل إقليم كل حالة كنحاولون تجاوبوه على حساب الأولويات وحساب يعني اليزيرجانس اللي كينين وذلك شي وهذا ولكن اللي كيكلفنا الكثير هو هالشي ديال الماشية راح كان عندنا عشرات المليار تيال الدرهم في السنة 2021 من بعد هذا السنة العشرات المليار تيال الدرهم وتقريبا 60% تيالها كتمشي للقاطع الوزارة الداخلية وحد يعني وحد البرنامج هتا هي واللي فيه يعني نحن نشوهت كبير على صعيد ديال الدواوير وديال هذا وكان خدمه جميع يعني برامج مشتركة خصوصا في المناطق الجبلية اللي هي صعبة والمناطق اللي فيها يعني الفرشة المائية طبعا مش إنه كان المنع كان واحد يعني خصوصا ترشيد يعني الواحد كتقول له دير البير ما لي كتشوف بأنه ضروري باش ينقض يعني الأجزار دياله ولا ضروري ذك الثوار باش يعطيه الماء ولكن كان حسر ديال رحص ديال ديال الماء وهذا شي ديال كاين بعض المبادرات اللي لبنعوا بعض المناطق فيما يخص الملوحة اللي كيكون يعني كاين دير وفيه الملوحة كاين يعني آليات ولا آلات اللي كيخليه باش تكون تحليات ديال ذك 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 الماء سيد وزير هاد الدعم هذا يعني للوزارة شحة المنعام ويا كتعطيه الفلاحة والكسابة الصغير اللي هو بصح محتاج كاين المراقبة استمر مراقبة من هذا الشي التي تتيش عن الوزارة كاين لزودية اللي كيدر على الصعيد المحلي كاين المراقبة الصحية اللي كيدر هالومسان اللي هي دائمة وهذا الشي در الفلاح الصغير صغير جدا لأنه مفتوح كيوصل ذلك الشي وهذا وهذا الشي ديال اللي بعض المرات كنسمعوه النابو يعني الفلاح الصغير الفلاح هدا ذلك الشير ماشي صحيح الفلاح كيوصل ومن اللي كنسمعوه شي حاجة وهذا كنمشي ونشوفوه باش كننعالجو الأمور ما كانش هاد الشي تعمية ديال هدا وكتكون بعض المناطيق اللي صعبة ربما كيتأخر هدا مي كان نعندر لك على واحد ولا زوج في المياه دائما خافض يك ولكن المهنيين ديال لحوم الحمراء قال لك اودي الدعم هذا كان أولى بالكساب صغير لأن المستوردين ستفضوا ولكن من عكش تشعلينا باقي كنناخدو الحم غالي وباقي كنبيعو الناس غالي اي هو ما كيهموش القطيع هو كيمشي يجيب مثلا بقراء يعني الاليف مال ويجيب النعجا ويضحلها وهذا خطار هذا هو اللي ما يخلناش باش القطيع ديال ما يقول لك هو الكزار كيشري ويبيع هذا هو اللي ما كيمش من نجا وإحنا قصنا القطيع في عادة تشكيلة ديال القطيع ديال إلا اضحنا اليف مال يعني النعجا والبقراء وذلك شي اللي غالي والدو واللي غالي هذا قضينا على القطيع ديال واللي ما شغل جفة فرح بدأ هذا شي مع كورونا كورونا هي اللي الناس ما كنت تستعمل يعني اللي أطرات على التوازون ديال هال سال الانتاج الحيوانية كان الحل هو نفتح ذلك شي يجي من برا باش نحافظ على القطيع ديال باش يعود ديال هذا كالدعم اللي يعطيناه شنو عطينا الدعم عطينا الدعم يا الله للعيد كورونا العيد الكبير خلصنا نشجعو الناس باش تجيب علاش عطينا الدعم لأنه الأتمين اللي كانت برا باش كاي يجيبو كانت غالية كان طالع طالع على الأتمين ديال البلاد والمواطن ذو كان درنا ذلك الدعم باش نشجعو باش يبيعو بواحد ثمان لأقل وكورنا ديال إعادة تشكيلة ديال القاطع كندعمو هذك العجلات اللي كاي جيوب اللي من محسنة أصناف محسنة اللي كاي جيوب من برا واللي فيها وحتام ديال 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 6,000 درهم من اللي كاي جيبوها باش إعادة التشكيلة ومن اللي كاي تنتج على الصعيد الوطني كان أعطيو فيها 7,000 ديال درهم 4,000 لهذا اللي كاي انتجها وتلتلاف درهم اللي كاي شريها وكسب علاف درهم كان أعطيو على الصعيد يعني الوطني وكاي من الرسوم الجمركية لكاي التحيد على الاستيراد كذلك للحبوب والشي ديال ديال الارنام والأبقار سيد الوزير شنو المخطط ديالكم يعني التدبير الفترة المقبلة كيف ما قلت لي يعني ما عندكم شرؤية ما عارفيت حنا وشغل تطبس وشغل تطبس يعني في حالة مثلا إذا ما تطبت شنو شنو ممكن أنكم ديال فحنا عندنا أولا الاستمرار هذا شي ديال الدعم من ديال القطيع ديال نحافظ عليه نخص تمويل للسوق العيد الكبير كذلك كاي نستمرار يعني بدأت من دبك توجدوا العيد الكبير وخمال ضروري رمضان العيد الكبير هذو كل مسائل اللي كان وجدولها يعني خمسة ستة شهور من قبل فخصنا الاستمرار فهذا فالمواكبة ديال الفلاح أو ديال الكسبة الاستمرار القضية ديال ترشيد ديال المياه هذو شي اللي كان رجد وكان زيد زير وكان زيد الاقتصاد فيه وهذا هذو تقييد ديال ومن زراعة اللي مخساش هذا ماشي ديال وقتها هذي عندكم شي مشاريع يعني علاق بالما ديال الوزارة ديال كل مشاريع ديال السقي ديال الوزارة عندنا تحلية ديال المياه ديال الدخلة عندنا دراسات باش نحن نطلقو يعني تحلية على واحد مئة آلف هكتار ان شاء الله بحث سمقلية وقلت عندنا المشاريع ديال تهيئة الهيدرو في لاحية يعني فين كين ما في البراج كان نجيب القنوات باش كان نجيب ندير التنقيط هذا كل ماذا عندنا مثلا الجهة ديال الفاس بورية وغايت وليس قوية مئة 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 ألف هكتار دوك احنا كملنا التجهيزات وذلك كان تلبو الله ذاك البراج اللي هو متأخر ولي كان متأخر كان جاء هذي واحد للسنين والأربع سنين اللي كان يكمل فيها الوكور ربما فيه المال يوم دونك كان فيه التأخير ولكن اليوم ولكن احنا كملة تجهيزة سهل سيس كله سيس بين فاس وم كناس كله ستسقى فيه 40 ألف هكتر ومشاريع في كل مناطق السقوية فيها هذا المشاريع ديال الاقتصاد في الماء وديال توسيع ديال المساحات في البلاصة اللي فيها المية جهة السرق يعني من الجهات يعني الأكثر تضرورا يعني من الجفاف كين يشي مشاريع في هذه الجهة مشاريع كبرى كين المشاريع ديال تحديث ديال القنوات هذوك القنوات اللي كيجيبوا من الباراج كيوصلوا للضيعات لأنهم قدام وكان فيهم الضيعة ديال الماء كان خمسين في المية ديال الماء كيضيع عودنا التحديث ديال ديال الوم وكذلك كان هذوك القنوات كيتستعملين الماء الصالح للشوف والسقل هذوك القنوات اللي يوم فرقنا القنوات ديال السقل بوحدها ديال صالح للشرب ديال وحتهية كانوا كيضيعون الماء جهات الشرق حتى هي غيرتكون فيها واحد المحطة ديال تحلية ديال المياه البحر لأجل طبعا الماء الصالح للشرب باش نعطيه المدون ديال الشرق ولكن ثانيا الباش نسقي وواحد عشرين ألف هكتار إن شاء الله في ذاك المنطقة مشاريع ديال التنقيد تهو مشروع كبير فمشاريع ديال تحديث ديال كل هذوك القناوات الإقدام على الصعيد يعني ديال الملوية يعني هو الحوض ديال الملوية بين بركان وبين ناظر يعني هذو مشاريع كبرى اللي كينا راه أكثر من يعني زوج الملايير ديال الدرهم اللي كينا اليوم بين المشاريع اللي غادي يتكمل واللي كينا واللي غادي تكون في المستقبل دونك آخر سؤال كيتعلق يعني برمضان تقريبا ست أثبع يعني كتفصلنا على شهر رمضان الكريم واش ديشو كتخدمو سيد الوزير يعني باش تحافظوا على الأسعار باش ميكونش ارتفاع على الأسعار يعني هاد سنوات تقريبا ثلاث سنوات الأخيرة كيكون في رمضان واحد الارتفاع يعني كيأثر بشكل كبير على المواطنين خصوصا دوي الدخل المحدود شهر رمضان المبارك عنه هو مقبل والله يدخلوا على بلدنا بالخير ان شاء الله طبعا احنا كان وجدو ست شهور سبع شهور من قبل كان وجدو رمضان لانهو باش توجدو خصوص ندير الزراعة قبل باش باش يكون هذا اطفاع زيادة على هالشي دي الانتاج اه قد سوج اجتماعين كبير كبار واحد مع مهانين دي الصيد البحري واحد مع المهانين دي الفلاح باش المهانين ينقارطوا في هاد الحملة وفتخارطوا يعني في هالجهد باش الشهر دي الرمضان يكون واحد الاستعداد باش نقفو على المواطن رمضان هالسنة غادي يجي في مارس من عشر مارس من مارس وفو اوارين اذن عندنا موشيرات اللي هي جد مهمة ولي هذك الاولويات اللي عملناها غادي ان شاء الله تخلينا اندوزو ان شاء الله بمواربي بسور بوحد طريقة اللي هي ان شاء الله هادئة و انطلب الله يرحمنا لا تحت تشترك كل شي تشترك ان شاء الله شكرا في جي وشكرا جزيلا للا تنويات الدعوة اشترك 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 اشترك